حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تتأثر بها المملكة الساعات القليلة القادمة أتفاصيلها بعض قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين في الأردن نصعد لوقاتكم بكل خير تبدأ المملكة تدريجيا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة كنتيجة لتمركز لمرتفع الجوي في شمال الأراضي المصرية سيدفع هذا المنخفض الجو بكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة نحو المملكة الساعات القليلة القادمة تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وخلال أيام القليلة القادمة يوم الجمعة يبدأ هذا المنخفض الجو بالتمركز إلى الشمال الغربي من الأراضي المصرية يدفع بكميات كبيرة من الغيوم الماطرة باتجاه عموم منطقة بلاد الشام عموم شرق البحلة بين توسط ستكون عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تتحصن فرص وطول زخات الأمطار في عموم مناطق المملكة نهار يوم السبت المنطقة الشمالية الوسطى الجنوبية الشرقية ستكون عبارة كما ذكرنا عن حالة من عدم استقرار الجوي من خصائص هي أن عشوائية الطابع زخات أمطار في مناطق عشوائية من المملكة تكون غزيرة في بعض المناطق تعمل على جريان الأودية وارتفاع منصوب المياه تبقى هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها المملكة خلال ساعات يوم الأحد مع أجواء باردة بشكل عام توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تكون الأحوال الجوية غير مستقرة تنتشر كميات من الغيوم وهناك فرصة لزخات من الأمطار مع 7 درجة مئوية كحرار مقاسة المحسوسة 3 درجة مئوية فقط الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية معتدلة إلى ناشطات أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة أحوال الجوية غير مستقرة يوم السبت زخات من الأمطار 11 إلى 4 يوم الأحد 10 إلى 4 درجة مئوية مع استمرار لفرص زخات الأمطار يوم الاثنين 10 إلى 5 درجة مئوية أيضا مع استمرار لزخات الأمطار لكن تكون الأجواء الضبابية خاصة في المناطق الجبلية العالية التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم السبت نبدأ من المنطقة الشمالية أحوال الجوية غير مستقرة فرصة زخات من الأمطار المفرق 12 إلى 5 اربد 14 إلى 7 جارج 13 إلى 7 وعجلون 13 إلى 7 أيضا المنطقة الوسطى الزرقاء زخات من الأمطار أيضا أحوال الجوية غير مستقرة 13 إلى 5 السلط 12 إلى 6 عمان 11 إلى 4 مادبة 13 إلى 5 والبح الميث 19 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أحوال الجوية غير مستقرة زخات من الأمطار في عموم المناطق بما فيها مدينة العقبة العقبة تسجل 22 إلى 14 معان 14 إلى 17 شبك 11 إلى 5 الطفيل 12 إلى 6 والكارك 14 إلى 5 درجات مئوية المنطقة الشرقية الأزرق سخات من الأمطار 15 إلى 5 الصفاوي 13 إلى 3 ورويشد 14 إلى 4 درجات مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري